موسيقى اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكب السياسي بخطوة مفاجئة دعا رئيس مجلس النواب نبيه بره لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بكرة بالدعوة من الناحية الدستورية بمحلة ويمكن تأخر شوي بس خاطفة وسريعة من الناحية السياسية بظل عدم وجود طوافق على مرشح موحد بين الافريقاء السياسيين حتى المحسوبين على فريق واحد والأكيد انه هيدا الجلسة رح تكون بمثابة بروفا لاختبار نيات الكتل النيابية ومدى جديتها بالتعامل مع الاستحاقات الدستورية ورح تحمل كل حدا مسؤولية اي تعطيل او اختيار مش مناسب لمستقبل لبنان بالمرحلة اللي جاي على الصعيد الحكومة يبدو انه ملف التأليف رجع لدائرة التعثر مع بروز مروحة من التعقيدات والطلبات القديمة المتجددة يلي هدفها بس تعطيل التشكيل والحصول على مقتسبات خاصة لبعض الاطراف السياسية على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من المتوقع انه يوصل الجواب المنتظر من الوسيط لامريكا اموس هوكشتاين بشأن مصير الاكتراحات اللبنانية الاسرائيلية الاخيرة المتعلقة بهذا الملف بالساعات المقبلة من هون رح نبلش حلقتنا اليوم مع النائب السابع الدكتور مصطفى علوج ولكن قبل ما رحب فيه بدي انتقل الى الصيفة للاطلاع على اجواء اللقاء يلي عقد مع رئيس حزب الكتائب اللبناني والسفير السعودي وليد البخاري مجدورين عيد زميلتي مرحبا مرحبا جيميلا اليك ولكل المشاهدين اذا مع تقدم ملف الاستحقاق الرئيسي رسائل ولقاءات السفير السعودي بلبنان وليد البخاري تجلت اليوم بلقاء جمعه ببيت الكتائب المركزي بالصيفة مع رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل في حضور النائبين نديم الجميل واليس حنكش واستمر اللقاء لا اكثر من ساعة وعشرين دقيقة فحوى هذه اللقاءات بالطبع موصفات الرئيس العتيد وانقاذ لبنان من فراغ دستوري وتكرار السيناريو الاخير قبيل التسبية وكان اعلن ان الخلاص للبنان التمسك باتفاق الطائف ودستوره وحرص المملكة على الاستقرار اللبناني السفير السعودي اللي غادر من دون الابلاء بأي تصريح كما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ولكن بالمعلومات والمعطيات المتوافرة لإذاعتنا انه كل الاستحقاقات مالية اقتصادية وسياسية لسيما الاستحقاق الرئيسي ترحت بهذه اللقاء المطول واشارت المعلومات الى انه هناك رغبة عند المجتمع العربي والدولي لدعم لبنان وانقاذه من هالأزمات اللي عم بمر فيها ولكن شرط الحصول على هذه المساعدات هو استعادة لبنان لدوره من هون دوره النواب بالتجديد لدوره والقيم فيه باستحقاقات المقبلة وكل هالأمور بحاجة لدعم اقتصاد لبنان لتقوية البلد من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي وبالطبع بحسب المعلومات انه هناك مشاورات عم تجري تيلة هيدا نهار بين الكتل المعارضة والتيما الكتائب يعني رفض رئيس الإجابة عم إذا راح يسيركو بكرة بالجلسة بيدردشي مع الإعلميين وقال راح نتشاور بهيدا الأمر ولكن حسب الاتجاهات انه بالطبع المعارضة يلي كانت طالبة انه يكون في جلسة لانتخاب رئيس راح تكون من بين المشاركين بكرة ولكن راح ننطر إذا راح تحمل مع اسم مرشح موحد أو شو راح يكون الشي اللي راح تقوم فيه البكرة راح راح يكون قريب وبالطبع كل التفاصيل والمعلومات والمواطعيات الإضافية راح تتبعوها بنشراتنا اللي حقا مجدولين عيد شكرا إلي كنت معنا من الصيفة بالعودة للستوديو برنامج الحكيم السياسي عن جديد بأنه بنسابيع الأستاذ الدكتور مصطفى علوش حكيم عم بتشوف اللقاءات والجولات اللي عم بيقوم فيها السفيرة السعودي وخاصة عشية الاستحاقات الدستورية بالبنان شو إلى دليلات هايدي اللقاءات وهيدي الحركة وحتى يعني كبرة المروحة يعني كان فيه اتصالات واللقاءات عم بتصير على أصعد معينة يعني داخل الطائفة السنية لقاءات مع الويب سنة اليوم عم نشوف السافير السعودي تخطى هايدي المروحة وانطلق على مستوى وطني أوسع حسب المعلومات اللي عندي بشكل مباشر انه الكلام عن اهمال السعودية للبنان على مدى السنوات الماضية هو كلام حقيقة خارج الصياق لكن كان والدليل حقيقة في 22 اتفاق تم طرحة بين حكومة سعد الحريري بأيام يعني بعد التوافق الرئاسي ومع السعوديين والجزء الأكبر مننا كان يمكن ان يسند اقتصاد لبنان بشكل واضح وجندي لكن بقيت هالأمور هايدي بالأدراج الرياح يعني بقيت بالأدراج ولم تصل الى خواتيمة لأسباب أصبحت بعد التجربة معروفة ومن ضمنها هي سياسية يعني سياسية طبعا سياسية ومن ضمنها هي رغب رئيس الجمهورية ووجوده بمعسكر الإيراني اللي يريد انه يسحب لبنان بالتأكيد من وضعه الطبيعي تاريخيا بالعلاقات مع الدول العربية فأكد السفير بأكثر من مرة وأكدت كل القيادات السعودية يعني لبنان بقلب اهتمامهم واهتمامهم بلبنان وجزء من اهتمام اللبنانيين بأنفسهم يعني الكلام اللي دايما بيسمعوا انه اللي بيشوفوا اللبنانيين لنفسهم بمصلحتهم وبرؤياهم نحن كمان بهمنا بها الخصوص والأسباب هي مش بس مرتبطة بعضايا عاطفية ولكن أيضا هي عضايا مصالحية الانكت background بالتأكيد فعمليا وهذا اللي نحن لازم نوصل به لما ننعلم عن نظام المصلحة العربية ما نحasonic عن شعارات بائدة لا نحOff'ا عن شعارات العروبة اللي كانت مطروحة بايام الناصرية ولا عن الشعارات الوهمية اللي مرتبطة بالمنعة والسقدد ومن الخليج السائرة للمحيط الهدر كل هالأمور هذه أصبحت وراءنا ومن ضمن الرؤية العربية المتجددة وبالأخص الرؤية الخليجية تتطلع إلى نفس الأمور التي قدت إلى الوحدة الأوروبية لأن هناك مصالح مشتركة بين هالشعوب وبين هالدول تؤدي إلى المزيد من الطعون لحتى كلنا سوا هذا الجواب على اللي بيقوله حركة السفير الصعودي هي تدخل سافر وبتضرب السيادي اللبنانية أنا بقولك يعني نحن لأنه ما في صفير في لبنان بيقوم بها الحركة نحن لما نستجدي ماكرون لا يجمعهم لا يجمع الناس لما نستجدي صندوق النقد الدولي لحتى يعطينا فتات لأنه حقيقة هالأموال لحتكون فتات إلا إذا استدبعت بمشروع اقتصادي لما عندنا جيش كامل مرتبط بإيران وينفذ أوامر إيران باعتراف قياتي ورئيسه وكل ما هنالك منجي منطلع على حراك حراك السعودي إذا بدك تطلع بالفحوة تبعه يعني ما هون المهم نحن خلينا نطلع على الفحوة صارنا اللي عم نستجدي السعوديين تعود دخلوا على مدى سنوات لما نبلش الحراك وهو يتناسب مع المصلحة الوطنية يتناسب مع ما نريده لما عم نطرح مواصفات الرئيس كلنا تسوى اللي عم نحكي عنه السياديين كل الأمور مشتركة وكل البياناتهم من عدى يعني حتى مع حزب الله إلا الجزء المتعلق بالمقاومة يعني حزب الله يريد رئيس طائف ومتوازن وحكيم وتوافقي واللي بدكياه ولكن الجزء الأهم أن يحافظ على مكتسبات المقاومة لحكون هذا الشيء طبيعي الجزء الأخر أنت فيك تقول نفس الشيء حتى بالجهة الثانية المقاومة لكن المقاومة اللي عم يحكي عنه حسن نصر الله تختلف عنه تختلف عن الطرف الآخر لأنه نحن بالنسبة لأننا منقول المقاومة يجب أن تكون مقاومة وطنية تستند إلى الشرعية الوطنية يعني الجيش اللبناني وإذا بدوا يعمل الجيش اللبناني قوات رديفة لألو من المواطنين اللبنانيين اللي بدوا تدافع عن البلد يكون هذا الشيء متاح هذا متاح لكن من خلال المنظومة الدولة والمنظومة الديمقراطية إذن حراك السعودي حسب ما بعرفه مباشرة أنا ما عم بحكي عن تفسير لألو هو يستند إلى شاء واحد أنتوا اللي بدكن يا لألكون واللي حابين أنه تعملوه وبطلعوا خاصة اللي منسمي حالنا سيادين بقلب البلد نحن مستعدين نكون رديف لألكون ومستعدين نرجع إلى الاتفاعيات 22 اللي نحكت سابقاً وأيضا مستعدين فوت بدعم للاقتصاد من خلال استثمارات هذا كله وين بيبلش؟ هذا بيبلش أولاً بانتخاب رئيس جمهورية؟ برئيس جمهورية عقله متوازن على الأقل وبصراحة ما شفنا هالشيء هيدا خلال السن سنوات الماضية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشيل عون غير متوازن أكيد غير متوازن سياسياً وغير متوازن حتى برؤية المصلحة بتعاطيه مع الأفريقاء؟ بتعاطيه مع المسؤوليته يعني لما رئيس بيجي بيقولك ببساطة أنه جهنم تعرفها يعني هيدا حتى طريقة تعبير عن الأمور هي طريقة غير متوازنة بالتعبير عن الأمور ولا تعبر عن أي جزء من الحكمة اللي بحاجة لقاله هو رئيس حكيم وحكيم يعني ياخد القرار المناسب بناءاً على المصلحة الوطنية إذا بيتطلع بكل بساطة ما هي المصلحة الوطنية بلاي أنه التعاون حتى العالم كله تساوى لما عم تجي أنت صندوق النقد الدولي بس أبل خلينا على كلمة رئيس حكيم يعني هل هو الرئيس المواجه؟ هو الرئيس اللي يزم مصلحة لبنان وإذا كانت المواجهة مع مشروع إيران هي مصلحة لبنان يجب أن يأخذها يعني حرب خلينا نطلع من قصة الحرب يمكن تكون حرب ما بعرف لاش عم نوعد نتطلع بإنخاف المسؤوليات اللي قابلنا عم يواجهنا بالحرب أنا طبعاً أنا ماني عم بطرح القصة بهذا الشكل هذا ولكن إذا الطرف الآخر مصر على الحرب لا يقضي على حياتك لا يقضي على رؤياك لا يقضي على أسلوب عيشك يعني أنت عم تقول مثل كأنه حزب الله إذا وصل لمرحلة عم بيخيرنا بين يا بتضلوا عايشين تحت رحمة يا بدي أعملكم حرب تروحوا على الحرب بتلاقي خيارات أنك تدفع عن نفسك يعني نحنا ما عم نطرح الهجوم ولا ولا أي شيء من هنا ولكن على الأقل تحافظ على خياراتك بالدفاع أول شيء بالسياسة إلى أقصى ما يمكن ما تكون خنوع بالخيارات يعني تمييع الأمور على مدى سنوات طويلة وأدخال المقاومة بأدبياتنا المقاومة اللي حزب الله يوحي لألا أنه هو بمثلها قدت إلى تمييع الموقف اللبناني واعتبار أنه الأمر الشاز اللي هو وجود سلاح غير سلاح شرعي على الأراضي اللبنانية هو الأمر الطبيعي وإرادة إيران بقيادة كل الأمور وبالأخص العضايا الأمنية والتسبب بتدهور الاقتصاد اللبناني بضرب عليقته مع الدول العربية والعالم بأجمعه هذا قرار منه قرار سياسي فقط أنه بتقدر أنت تواجه بالسياسة هذا قمع جدي لحرية الناس بخياراتها وبرؤيها لهيك لنرجع لنطة الأساسية نعم نحن بحاجة لرئيس حكيم والرئيس الحكيم هو اللي ما بيميع الأمور بيقول الأمور قد يقول أنه أنا ماني قادر هلأ هل المشكلة الشازة اللي اسمها حزب الله نعم ولكن أنا مع السعي السعي لتسوية تؤدي إلى خروج هذه القافة من الحياة السياسية يعني بده يوضح أنه هو مش بس أي تسوية ممكن تشيل حزب الله أو تشيل سلاح حزب الله هل هناك تسوية مطروحة ممكن تأثر على سلاح حزب الله أو وجود حزب الله لا لحد هاللحظة هذه لا بالتأكيد لكن أنت بدك تبلش هي تسوية اليوم ما تروحها هي بالشراكة مع حزب الله نعم أول شغلك بدك تبلش بيرفض منطق الشوازة الأمر الواقع الأمر الواقع بتقول هذا ليس أمر واقع وجوده هو واقع لكن قبوله ما لازم يكون أمر واقع لازم يكون قبوله علاجه هو من خلال الحديث عن كيفية التخلص منه مش عن كيفية أبقاؤه إلى أبد الأبدين والتأقلم معه ولا التأقلم معه ونحن بصراحة بكل مسؤولينا من كل الأحزاب وكل التواقف حتى اللي أعلنوا رفضهم لهذا الوضع الشاز تعاونوا معه بشكل من الأشكال كأمر واقع وتعامل معه كأمر واقع بتسوية الـ 2016 للأسف 2016 بالحكومات المخلقة بالاتفاقية الدوحة بكلها الأمور هايدي بالمشاركة بالحكم كلها القصص هايدي قدت إلى وأنا عم بحكي ببلش بالانتقاد للتيار اللي أنا قضيت حياتي فيه كل الفترة هايدي كانت تسويات بتسويات بقبول أمر الواقع أنه خلينا نمشي أنا من الناس اللي من البداية اعتبرت أنه الصمود على عدم المشاركة مع الشواز هو الشي الوحيد اللي بيقدر ينقذنا ويعطينا أمل للمستعبل أما أبوله كأمر واقع يعني رابط نزاع وإلى مهنالك أدى إلى حقيقة تمييع القضية ومن ضمنها هلأ الحوارات اللي الدائرة وعم يقودها لبعض هاي التجربة المبنية على تجربتكم كمان بالبريستول و14 أدار من بعدها يلي لو ما كان فيه هالمكون يلي كان لقاء قرنت شهوان ومن بعدها لبريستول يلي كان موجود رغم عدده الأليل يعني عند لحظة تقاطع مصالح معي نقدرت وهي دي نفسه نفسه ممكن هلأ تتطبق لأ مفترض يكون فيه مجموعة بعد عدد عم تحكي بعد عدد آختي مطرحة الصلب المقاوم وتنتظر أي طلاقي لمصالح هاي دي هو الخطة أنا قناعتي أنه لازم يعني اللي حمى لبنان من الوقوع بالكامل بفترة بين 2005 لل2008 هو وجود هالنواة اللي كانت صلبة وبقيت شيء اسمه الأمانة العامة لأربطعش عدار تحاول أنه تكون مثل حامل الرأي لأنه بعدين جرس دكتور نزوله تحيي دكتور فارس هاي دي القضية لأنه عشت أنا بشكل يومي على مدى السنوات ودلينا مصررين على حمل الرأي مع أنه ما بقى في حدا عسكر ورانا أبدا بمرحل لأنه كل الأحزاب انسحبت واحد ولا الثاني لتسويت شخصية ولا نرجسية شخصية وهالنرجسية بكل الأحزاب أنا برجع بأكد لك ومن ضمن طيار المستقبل قدت إلى اندسار حتى الراية يعني الراية ما بقى موجودة تشلعت ووصلنا هلأ إذا حياتا بدنا نرجع نرص الصفوف بشكل جدي حتى ولو كنا أقلية وازنة مش بالضرورة تكون أكترية لو كنت أقلية وازنة قادر أنك ترجع تقول أنه أنا هايدي رأيتي مرفوعة وأنا ما بقدر أعتبر الأمر هو أمر واقع ومن هون ننطلق رجعنا حكينا مواصفات الرئيس رجعنا نحكينا هالشي هذا أهم شي هناك ابتزاز لمسيحية لبنان إلى هاللحظة هايدي برئاسة جمهورية طلع كيف رئاسة جمهورية تعطلت بعد أميل لحود إلى أن أتى اتفاق الدوحة بهذاك الوقت حدتك عم تقول بهالفترة اللي حط إيده حزب الله أكتر هي بالمية وقت اللي راح الشريك المضارب اللي هو النظام السوري اللي كان يتمثل بحافظ الأسد لأنه بعد حافظ الأسد ما بقى ما بقى فيه شريك صار فيه تابع اسمه بشار الأسد من وقت اللي حط إيده حزب الله على الأمن والاغتيالات والتفجيرات والحروب بقلب البلد قدر يبتز مسيحية لبنان بشكل أساسي بقسة رئاسة جمهورية يعني سنة الالفين ووقت اللي صار اتفاق الدوحة جبنا رئيس توافقي لاش كان توافقي بهذاك الوقت لأنه عمليا الأكثرية النيابية كانت موجودة بإيد ما كانوا يسمى المطارش أدار فقبل برئيس توافقي مع أنه الشعارات اللي كان حاملة الرئيس توافقي بهذاك الوقت كانت أقرب إلى معسكر الممانعة ببعض الأحيان والالتزام بنص الحكم لرئيس ميشيل سليمان غير ما بسغير اكتشف سوء أنا سمعت منه بشكل مباشر سمعت منه بلقاء شخصي معه قال ما فينا نقبل بالوضع الشاز ويجب أن تكون كل مقدرات القوة في لبنان في يد الدولة اللبنانية من وقتها نقلبت والدليل والشي اللي ظهر بأعلانة بعبدة كان هو عكاس لهال رؤية اللي أجت من خلال التجربة هلا بتقول لي يمكن كان بالأول يمارس الطقية لأن رئيس جمهورية يمكن ما بعرف لأن أنا ما بتصور قائد جيش يقبل بأن يكون في تمييع أو تجزئة القوة بقلب البلد الرئيس ميشيل عون قائد جيش هلا بس الرئيس ميشيل عون رؤية تتلخص بشيء واحد أول شي أن يحصل على أعلى لقب ممكن يوصل لأكيد ما حدا سيختار أمين عاملة الأمم المتحدة بعد رئاسة جمهورية وأن يكون له وريس هن الطين هن الهاجس الرئيسي ليش وريس مش لأن بس مغروم بجبران بسيل بين الكل ولكن لأن النرجسية تدفع إلى أن يرى ذاته موجود بالحكم من خلال جبران نرجسيته الشخصية بس وحده الرئيس هن بيعمل هيك لا لا أنا عم بحكي هلأ لكن فيني أولى عن الطيار المستقبل عن حزب الكتائب عن الوضع الجنبلاطي أنا ما عم بحكي هايدي لكن هلأ عم نحكي بهال نقطة هايدي بالذات الإشكال أنه حقيقة أنت عم تحكي عن موقع هو الرئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية ببلدنا بعد اتفاق الطائف وحتى قبل اتفاق الطائف حتى قبل اتفاق الطائف كانت إذا لم تتحلى بالحكمة والتوازن بتفوت البلد صحيح بالحرب الأهلية وبالدمار سن بدنا نذكر أنه 72 تم بالسبعين تم اختيار رأي الجمهورية الصفاف بمعسكر معين وعدم قدرته على تحمل أنا لمين عم بحكي معسكر معين أنا ما عم بحكي عن جبهة لبنانية عم بحكي الصفاف بمعسكر معين من سلطة 73 هو معسكر حفظ الأسد ورؤية اللي متعلقة بالأقليات وحلف الأقليات نرجع له اللي شفناه من عهد ميشيل عون أسوأ بعد من حرب أهلية أسوأ بكتير من حرب أهلية لأنه انتهى البلد بالحرب الأهلية ما انتهى البلد يعني أنا حس عاشتها كلها تسرع يعني الرئيس ميشيل لو عايشنا بحرب بيردة حرب لا يعني من دون سلاح من دون سلاح واشتباكات مع أنه حصلت بعض الاشتباكات لكن خلينا نطلع شو بدك أكتر من انفجار المرفأ لحتى تطلع منها بيردة القصة منها بيردة القصة شو بدك أكتر من الناس اللي عم تغرق بالمراكب بهاللحظة هايدي لمن انت الحرب البيردة إنه ما استعملنا اشتباك مباشر صار اشتباك مباشر بعن رمانك يعني العضية فيه اغتيالات دلت مستمرة وانا تذكر إنه لقمان سليم ما صلو شي مستشد يعني عمليا لا بقية فكرة الحرب ولكن اللي بينقص إنه الطرف الآخر اللي بتمثل ربما بالسندية السياسية أو بالقوى 14 ادار أو السياديين منا لا هي ناوية ولا أجاه مني سلحة ولا أجاه مني موّل الحرب وأنا دايما بردد إنه نحن نعيش حرب أهلية من سنة 2005 من يوم اغتيال رفيق الحريري إلا أن ما ينقص من يأتي ويسلح الطرف الآخر بواجهة حزب الله ويموله اليوم برأيك إذا صار في تسليح وتمويل لأي حدا أو حزب أو طيار مواجه لحزب الله بيصير في حرب نعم نعم بتصير حرب مفتوحة تصير حرب أهلية والجو يعني الفقر الموجود وتمتفشي بين الناس إذا أنت بتجي بتعطي معاشات لألفين أو ثلاثة أو أربعة تلاف شخص أمر تم بتجيشهم نعم دكتور مصطفى حكيت حدثك عن التقسيم ومفهم يمكن بطريقة غلاط بس بس كمان بتبريرك للتقسيم إنه إخرة النهار خيئة إذا ما في حل نقدر نعيش بها مش بس وحدك يعني حتى رئيس حزب الكتائب حكي على ساحة ساسين وقال يا أما من أنت عوى نحك مع بعض يا أما حالة الطلاق حكي من بكركة من ديمان وقال إنه يا أما حزب الله حيغير طريقة أداءه بلبنان أو رح نضطر نتعطي نحن وياه بطريقة أخرى أي طريقة ما بعرف ولكن أنا أتهم حزب الله بالسعي إلى تقسيم البلد حزب الله متهم بتقسيم البلد لأنه استمراره بالوضع مثل ما هو ربما بيخطر على باله أنه إذا أنا ما قدرت بلعت البلد كلته سوا وهو يعرف أنه هالإمكانية غير موجودة بس ما هو عايش على إذا بدك مصالح الآخرين بالبلد نعم هذا كلام دقيق ولكن إذا وصلت لحل نهائي أنه اعتراف العالم بوجود كيان تابع لإيران على شاطئ المتوسط هو أهم من لا بالنهاية نحكي لماذا؟ لأنه إذا تطلع تجربة حزب الله ساعتا بتصير حرزاني هو يموي الحال ويعمل داوله نعم بصير ساعتا مش مبطر أنه يعمل بصير جزء من الاقتصاد الإيراني بعد ما المليارات الدولارات يفرج عنها وبعد ما بترجع إيران دولة نفطية بحب إيده على شقفة من النفط المستخرج شكرا هذا الكلام اللي عم قوله بالزبط لهيك أنا هلأ نعم أنا بعتقد أنه استمرار حزب الله بالموقف وأفقار البلد والوصول إلى قد يأتي بحلول خارج الصياق وخارج العناد بها الخصوص لهيك أنا ما عم قول أنه سامي جميل يريد أن يقسم البلد اللي عم قوله أنه حزب الله إذا كان الحل بهالشكل هذا ويضمن لإيران ما تراه أنه حقوقها بشكل من الأشكال وأنا دايما بعطي المثل قصة سورية سوريا هي كانت الخاصرة الرخوة تبعت مشروع إيران السبب الرئيسي عدم وجود مكون شيعي كافي لكي يضمن الارتباط العقائدة مع مشروع ولاية الفقه لبنان جزء اللي ضمن وجوده لهذا الشكل هذا هو أنه وجود مكون وازن يمكن أن يستطبع لمشروع ولاية الفقه لكن لا يمكن أن يستطبع كل لبنان لمشروع ولاية الفقه لأنه ساعة المكونات الأخرى لا تستطيع برأيك يتحدر شيء بهذا الصدد من فترة من حوالي قبل الانتخابات النيابين حكى بكواليس الإدارة الأمريكية أنه مجموعة من اللبنانيين يحضروا لمشروع تقسيم لا تقسيم يعني تطبيق 1559 على مساحات معينة بلبنان والمساحات الأخرى اللي عم بيسيطر عليها حزب الله بتظل تحت سلطه ولكن بتم مؤاطعة هيدا السؤال ما بعرف إذا هالشي ممكن بعرف اللي مطرح بمرحل من مراحل بأخصوص مني أكيد أنه لا هيدا الجزء ولا هيدا الجزء قابل للحياة لأسباب عديدة وخليني نذكر أنه وقت اللي بس إذا طلع في بيترول بالجنوب واجه حزب الله من ضمن المنطقته يمكن يمكن هالشي صحيح ويمكن متل ما قلتلك تتصرف إيران وهذا ألوى الإيرانيين بأكتر من مناسبة جماعة الحرس السوري وجماعة القيادات المرتبطة بشكل أساسي بمشروع ولاية الفقير اعتبروا أنه هذا الكيان هو جزء تاريخي لألون وفي علاقات تاريخية الناس لا تتعرفها من أسس المشروع الحكم للصفويين بإيران بالقرن 1916 كانوا لبنانيين أو على الأقل أتوا من جبل عامل المحقق الكراكي وغيره في أكتر 300 معمم راحوا من جبل عامل إلى إيران إلى الدولة الصفوية لهالتأسيس في علاقة تاريخية ما حدا يفكر أنه القضية باسية مرتبطة مصالح حالية فقط وأول من طرح مشروع الولايات الفقير بالقرن 13 1250 اسمه محمد بن مكي جزيني من وين؟ من جزين أو من مطق من جزين فلهاك يعني القضية إذا بدك ترجع على السياق التاريخي فيه ارتباط سياسي فيه شيء اسمه أو التقاليد الكلامية موجودة أيضا بكتير المحلات فلهيك الأمور منها ببساطة هو لأنه أصلا لبنان التعددية اللي فيه كل فئة عايشة فيه كمان عندها امتدادة لمطرح تاني كمان هلأ إذا أنت كلتها كمان مرتبط بالتقاليد الكلمية لأنه إذا بترجع إلى التحقيق التاريخي بتلاقي أنه كلتنا سوى ربما ننتمي إلى مجموعة وحدة صحيح خاني بس أعطي فيه دراس عملت كنا نفكر نحنا بالأول أنه الفينيقي هو المسيحي يعني بأيام كنا شباب وأنه العربي هو المسلم وبالأخص المسلم السني رجعنا اكتشفنا بعض دراسات من عمل بالجامعة الأمريكية أنه معظم سكان المدن هن المرتبطين جينيا بالفينيقيين الأدميين بنما سكان الجبال على الأرجح ينتموا إلى الداخل أكتر ما يعني إذا الواحد يقعد يفكر بيقول أصاس دكتور دكتور مصطفى دع رئيس المجلس لجلسة بكرة شو ما صير هادي الجلسة برأيك وشو أنا دايما بطلع بقول أنه أكتر واحد عنده أرانب بتحت قباطه هو الرئيس نبي بالري بالبلد ولكن يعني هناك عدة تساولات بالتوقيت الفجائة عمين قطع الطريق عمين على الحراك القائم يعني يعني في حراك عم فيه سوى ما يسمى بالسيادين واللي أيضا جزء منه عم تكون السفيرة السعودية أو السفيرة السعودية جزء الثاني المرتبط بما يسمى بالتغييريين اللي هن كمان عم يقوموا بحراك وربما لا يقطع الطريق عليهم بالذات لأنه هؤلاء 13 إذا حقيقة نصفه بمكان دون آخر قدرين غيروا معدلة 50% ما قدرين حزب الله ضامن على الأقل جزء مهم من السنة لحتى يكونوا إلى جانبه بخصوص مرشحه المعلن على الأقل بهاللحظة مين أي واحد سأتحدث سلامان فراجي جبران باسيل غير ويرد جبران باسيل سيؤدي إلى شق الصف بالتأكيد وهم صاروا يعرفوا أنه يمكن يتمنوا أنه جبران باسيل يأتي لأنه لم يجد يلاقيوا مطواع وحاطط حاله بهالمكان ولكن أيضا لم يكن لديهم ساعة فيه كثير لأن المواقف الزئبقية والبيع والشري اللي بيقوم فيه وأكدوا بيخول بالمقابل كمان لا سنة حزب الله ولا سنة اللي بالنص ولا سنة ما يسمى ببقايا طيار المستقبل لحيقدروا يأنعوا حدا أنهن انتخبوا جبران بس هلأ فات دار الفاظ وفات على الموضوع وصار فيه هيدا الاجتماع شو تأثيره اجتماع دار الفتوى واللقاء اللي عملوا السفير البخاري كمان من بعد هيدا اللقاء على السحاق الرئاسي رح يتوحد تحت اسم واحد سنة حزب الله المنتخبين انتخبوا لأنه هنا سنة حزب الله فما حدا يفكر كانوا حاضرين بدار الفتوى تقريبا كلهم بس أجواء الدار انه كان فيه اتفاق انه ناخد هيدا السحاق على محمل الجد ونروح فيه مجتمعين مجتمعين بأي مواصفات هيدا هو السؤال باسم ما انطرح اسم صحيح لكن مواصفات انطرحت لكن مواصفات مطاطة يعني اي مواصفات لا تحمل اسم بالنهية بدك توصل الى الخلاف انه لا هذا لا يحمل هذه المواصفات اللي انا حكيت عنها الحفاظ على وحدة لبنان كلهم بدون هاوش بس براية اجتمع دار الفتوى ما رح يقدي له نتيجة لا انا قناعتي انه ضروري انه يصير ضروري انه ينعطى جرعة من الناس المترددين في ناس مترددين شايرين حالا انه معلوم ظهر معلوم حدا وانه هنه افراد فقط وبأكد لك انه جزء كبير من النواب المنتخبين السنة اعتبروا حالا انه هنه طايفين على وجه الماء هوا بياخدون هون هنه هنه اكتر بينطبع على نواب تغييرين السنة اللي بال13 لا هون عندهم بعض المواقف المعينة اللي هي انه نحنا منا معترفين لا ب14 ولا ب8 هذا الهاجس او هنه اما انه المصيبة من ال14 و8 او نحن لا 14 ولا 8 لانه على هذا الاساس سوقوا حالهم بالنهاية لا يمكن انه يعني انا بالنسبة لألي لا يمكن انك تكون يعني 14 ادار منا قضية فقط انه والله انا بحزب الكتائب ولا بالحزب التيار المستقبل ولا القوات لبنانية ولا بالأحرار لا هي ابعد من هكي كانت عضية شعب هي عضية شعب وعضية رؤية لبنان غير اللي لبنان جهنم لكن على كل احوال يصفلوا بهالموقف وانا برأي قريبا لحيلاقوا انه هن غلطانين رح يرجعوا هيدا يشاركوا الرئيس سليمان بتجربته يمكن بالتأكيد لانه عم بجربوا يمشوا بنفس الطريقة بالتأكيد انا بوصلوا هند الدكتور علوش بموضوع الرئاسة شو المواصل يعني الرئيس العتيد اللي لازم يجي بشو بدي يبلش برأيك بشو لازم يبلش بأي إصلاحات بضغر يفتح على موضوع حزب الله هل قادرين نوصل لها ولا ما ننتظر التسوية ونشوف الرئيس اللي بدي يجي نتيجة التسوية وشو هي التسوية اول شي بموضوع حزب الله بدو يعلم من الاساس انه الوضع الشاز هو ان يكون هناك قوة غير شرعية على الاراضي اللبنانية بيقدر يحكم ساعتها بيبلش بها الطرح هيدا هلأ ما بيقدر يحكم ساعتها ربما يصير في اغتيال يعني بدنا نذكر انه ريناي معوض وباشير جميل قبل ما يستلم الحكم تم اغتياره يعني هيدا بهذا الجو بهذا الجو لكن كمان قدرتك توصل رأي جمهورية هلأ بهاللحظة هيدا مستندة الى تسويات معينة قد تكون هالتسويات مرتبطة بال اكيد مرتبطة بالملف في الايران اكيد الحكومة يعني انطرد ايران يعني يأتي رئيس بمواصفات معينة بدت تكون ايراضية بتسوي معينة والتسوي ربما بس مع ارتباط ايران صار دولي يعني في عندك ارتباط بالاتفاق النووي الامريكي عندك 100% حتى الروسي رابط ايران فيه بموضوع اوكرانيا يعني انا لا ارى رئيس لحد هلأ من ورا هؤلأ اسباب من ورا هون ارجع للنقطة التي انطلقت منا ابتزاز المسيحيين في لبنان برئاس الجمهورية ابتزاز هذا الهجز بس هذا الابتزاز انا كمان 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 سألك عنه هذا الابتزاز ان صح التعبير هايدي كلمة حضرتك هو كان عم يمارس من قبل حزب مسيحي مش من قبل حزب الله لحتى يوصل يعني اكيد هذا الكلام لكن هذا الابتزاز مدعوم لو لم يكن مدعوم من حزب الله لما كان لما كان وخليني قللك نرجسية البعض او كل النرجسية قد تدفع الناس الى نير محالهم بحضن الشيطان انا دايما بعطي مثل الملحمة جوته اللي هي فاوست فاوست لحتى يحقق ذاته ويحقق خير البشرية بيروح بيبيع حاله للشيطان اللي كان اسمه مفيستوفيلس لكن هدفه براسه انه يحقق ذاته من خلال انجازاته فبيع حاله للشيطان وانا برأيي انه معظم بشرنا اللي عم يسعو ممكن بعض الاحيان بيقولك انا بيع حالي للشيطان بمرحلة من مراحل الى ان اصل واتحكم ساعتا بقوى عليه بس بيكون عليه بس اجمالا انت بتعلا ممالحمة فاوست فاوست قدر طلع عالجنة لانه الهدف كان سامي الهدف كان نبيل وقدر حققه لكن انا ما بعرف لماذا الان يبشرك بجهنم معقولي طلع عالجنة ما بعرف دكتور علوش الحكومة طارت بخبر كان لك لحلك شغلة تم ممارسة الطقية من عبر رئيس ميشيل عون وهو عمليا انا بالاول كنت فكر انه المحيط طبعه انا برأيي هو الاساس يعني كل الناس اللي بيعرفوه بشكل مباشر انه رأس المشكل هو شخصية ميشيل عون وليس المستشارين واجاب مستشارين على شكلتو واجاب مستشارين طب شو الهدف منا ليش عم بيعرقلك لها والقصص لوين بتووصل الوراثة وبرجع بأكد اللي قلتوا من الاول بالاول اعطى الايحاق بالضغوطات لانه حزب الله بده حكومة بأكد لك بده حكومة يدل هو مركز حاله عليها مهدى البلد وفي حالة استقرار بحالة لا حياة ولا موت يعني على التنفس الاصطناعي ولكن مش بكامل صحته والعمل فهيدا كتير وهيدا جزء من الابتزاز القائم على مدى سنوات طويلة على فكرة وهيك مارسوا حافظ الأسد قبل وبشار الأسد وحزب الله كلها تنسوا لانه الاستقرار يعني خروج من الابتزاز ميشال عون هاشتو الرئيسي هلأ والوحيد كيفية استمراريته من خلال جبران بيسيل ما في شيء أكثر من هكذا طيب وإذا ما قدر وصل لجبران بيسيل وبديروه على حرب بد أي حالة برأيك بيعمل إذا نزل العالم على الطريق يحكى أنه طيار الوطن الحر يمكن يعمل مظاهرات ويطالب بقاء رأيك برأيك هيدا ما رح يصير لاح يصير هو لاحكومة هلأ لحد دل يعني ما رح ياخد أي تدبير ربما تارك القصة لآخر لحظة الابتزاز لحيستمر لآخر 24 ساعة بقصة الحكومة ليش لأنه بعده مصر أن يكون لجبران بيسيل اليد الطولة بالحكومة أو اليد المقر التعطيلية وهذا الكلام أنا دقيق فيه ما عم بحكي عن شيء لهيك لإيحاء بالإيجابيات هو لإصرار حزب الله أنه خلينا ندبر الأمور وخلينا نخلص القصة بالتي هي أحسن وحزب الله ما عنده مشكلة النتيجة حكومة ليد جبران بيسيل الطولة موجودة فيه لكن المشكلة عندنا بيهبر بهذا الموضوع صحيح وأيضا كمان رئيس نجيب ميقاتي ما بده أن يقع تحت الابتزاز بأي شكل الأشكال لكن مثل ما حكينا نحنا الإيد اللي بتوجعنا هي الفراغ أو شغور سدة وراحين على الفراغ وراحين لآخر لحظة أنا برأيي بعد ماسكة رئيس ميشيل عون لنوصل بها لحظة هل سيفرج عننا ولا لا أنا عندي شك كتير كبير أنه يفرج عننا إلا أما بطلت معطل واضح أو بطلت مقنع مثل ما حصل سنة 2011 مع الوزير أو فوضى أو فرار أو أنه روحوا دبروا حالكم يعني أنا مني من ناس هو بفلوا ما في حكومة وزير الله أنا مني من ناس اللي بيعتقدوا أنه التاريخ يعيد نفسه ولكن تجربة التاريخ بتخليك تعرف شو ممكن أنه يصير بالمستقبل ميشيل عون شو عمل سنة 88 و89 وصولا للتسعين ودينا بس للطائف هالمرة لا ما ودينا للطائف بالتسعة وثمانين الطائف إجا نتيجة جهد عمره عشر سنين أو أو تقريبا أكتر من وقت اللي بلشت الحرب الأهلية وهناك جهود لتسوية وطنية وصلت رايحين على تسوية شبيهة بسد مش رح أقول تغيير اتفاق الطائف سد الصغرات اللي موجودة باتفاق الطائف رايحين على طاولة دولية فيها لها ناس من المجتمع الدولي شو؟ أنا بظن أنه كل هالأوهام على اتفاق وطني جديد بيصطدم بحاقة اسمه وجود سلاح في لك عسكري اسمه حزب الله يعمل لمصلحة إراث النائب السابق الدكتور مصطفى علوش أهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكب السياسي شكرا لإلك مشاهدينا لهم يكون صلنا إلى ختام القسم الأول فاصل ومننتقل القسم الثاني اشتركوا في القناة